حالة بتر ليعضاء بشرية من محتجزين في احدى مراكز بغداد كشفت عنها منظمة هيومن رايتسووت ما يبرز المخاوف المتزايدة بشأن سوء المعاملة بسجون العراق مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة قالت ان فقدان محتجز لدراعه بسبب التعذيب يشكل علامة اخرى على وجود شوائب فاضحة في مراكز الاحتجاز العراقية وفقا لقولها حيث وثقت حالتي وفاة اثناء الاحتجاز عام 2018 المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان العراقية في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب دعت الى نبه بكل اشكاله والوانه وعناوينه معربة عن قلقها ازاء تصاعد التقارير وورود العديد من الشكاوى حول وجود حالات تعذيب او توجيه عقوبات قاسية ضد الاشخاص بغية انتزاع اعترافات او الحصول على المعلومات كاشفة عن استقبالها نحو 155 شكوى تتعلق بالتعذيب تضمنت ادعاءات لتعرض اكثر من شخص للتعذيب حيث بلغ الاشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة الى 181 شخصا من بينهم 11 امرأة لعام 2018 و231 شكوا بالدعاءات التعذيب لعام 2019 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر